اشتركوا في القناة الكثير من الناس يحتارون في اختيار الحذاء الرياضي المناسب لهم وذلك بسبب كثرة الاشكال والانواع وفي هذا الفيديو جئتكم بخمسة انواع رائعة من الاحذية الرياضية التي تجمع بين الراحة والاناقة ونبدأ باحذية المشي يعد حذاء ريبوك فلوترايد من افضل الاحذية للمشي الطويل وهو منصنف ضمن افضل الاحذية للمشي والجري في العالم حيث انه خفيف الوزن ويبلغ وزنه ميتين جرام فقط بالاضافة للمتانة التي يتميز بها بفضل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة التي تستخدم في صناعات الحذاء خاصة في منطقة النعل المصنوع من مواد وضعت خسيصا للعمل على الاسطح غير المستوية بسلاسة وانتصال صدامات لحماية القدمين ويملك حذاء ريبوك فلوترايد القدرة على حماية الاوتار والمفاصل بين الالتهابات على المدى المتوسط وتقلل من اخطار تعرض لاصابات بالقدمين ويحمي الركبتين والكاحلين والشعر بالارهاق في القدمين حيث ان الحذاء مصنوع من مواد ثورية رائعة خاصة في منطقة النعل لخدمة الرياضيين بشكل افضل ورفع ودعم قدراتهم في المجال الرياضي حيث ان الحذاء يأتي بتصميم مائل بشكل قليل الى الامام حذاء نايك ايرزون بيكاسوس 35 واحد من افضل احديث المشي فهو نسخة اسطورية لماركة احديث نايكي الشهيرة والرائدة في جميع انحاء العالم وبدأت نايكي انتاج احديث بيكاسوس في تمانينيات القرن الماضي وتم تطويرها على مدار العقود الاربعة الاخيرة بشكل كبير لتتناسب مع التطور التكنولوجي وتكون اكثر راحة واناقة ودعم للرياضيين حول العالم ويأتي حذاء نايك ايرزون بيكاسوس 35 مدعوما بتكنولوجيا بقاء الهواء في المنطقة اسفل القدم ويتمد على الكعب العالي بشكل نسبي وتصميم رائع من الخارج ويوفره اللسان الكثير من الراحة والتبات للكعب ومنطقة مفصل الكاحل وبشكل خاص للرياضيين من ممارسي رياضتي الجري والمشي ورياضة العالي القوى فهو حذاء رائع ومميز ويناسب فئات رياضية ممارسي الرياضة الشاقة ثانيا احذية للجري يعد حذاء جو ووك ريفولشن الترا من افضل احذية سكيتشيرز الامريكية للرجال والمستخدمة في الجري ويأتي بمقاصات من 40 الى 47 ويتميز بالمزيد من المتانة في تصميم الدعامات وذلك من مادة المطاط المتبلوة اما في النعل فهو يحتوي على دعامات الترا التي تتميز بالارتداد العالي ويتبطن الحذاء بتقنية الترا الجو المميزة والرائعة خفيفة الوزن بجانب اضافة تبطين اضافي مريح في تصميم النعل الداخل باستخدام تقنية مسمية التهوية كما يأتي حذاء جو ووك ريفولشن الترا مصنوعا بتصميم نمط القرب وتتكون مادة البطانة الداخلية من النسيج وايضا المادة الخارجية من النسيج ومادة النعل من المطاط وشكل مقدمة الحذاء تأتي مستديرة ويتم اغلاقه عن طريق الاربطة ويستخدم تقنية سوكنايت 360 في الجزء العلوي وتقنية الكوليد كوكا مات في النعل الداخلي ثالثا احذية للجيم هناك مجموعة من الاحذية المميزة التي يمكن استخدامها في الصالات الرياضية ومنها حذاء نايكي ميتكون 4 الذي ينتشر بين ممارس التمارين الرياضية في صالات الجيم فهو مفيد لكل انواع التمارين سواء تمارين الكروس فيت او رفع الافقال حيث يتميز ببطانة داخلية مريحة تسببها الوسائل المريحة التي تمنح قدمك الراحة والمرونة التي تحتاجها وترفع الضغط عنها ويأتي بنعل ملفوف حول باطن القدم مما يمنحها المرونة كبيرة والثابات خلال ممارسة التمارين الرياضية وهناك حذاء رايبوك نانو 8 الذي يوفر كل من الاداء العالي والدعم للرياضي بجانب الراحة والاناقة حيث يعمل بشكل كبير على دعم القدم بالكامل ويوفر التهوية القوية للقدم مما يمنح الرياضيين الانتعاش المناسب بفضل الانسجاء الخارجية المتقوبة بشكل دقيق وبعناية كبيرة لإدخال الهواء داخل الحداء في حين صنع النعل من تقلية CMEVA التكنولوجية الحديثة التي توفر اقصى راحة خلال ممارسة التمارين الرياضية القوية وتبث كبير اثناء تمارين كروس فيت ورفع الاتقال بجانب استخدام انسجاء في صناعة حداء بمواصفات عالية الجودة أتمنى أنني قد ساعدتك في اختياري النوع المناسب لك شكرا على المشاهدة ونلتقي في فيديو آخر لا تنسى وضع لايك وكومنت لأن هذا مهم بالنسبة إلي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر